اشتركوا في القناة امام زماننا الحجة بن الحسن سلام على شيعته ومنتظريه سلام عليكم ما بين واقعين واقع الدنيا وواقع الدين حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين الحلقة الثانية والخمسون يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيف أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراغ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا هو الجزء الثالث والثلاثون من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية المذهب الطوسي تقدم الحديث متسلسلا منذ أن بدأت أحدثكم عن المذهب الطوسي مقدمة وتمهيد بعد ذلك حدثتكم عن معالم المذهب الطوسي وانتقلت منها إلى الملابسات التاريخية التي رافقت نشأة هذا المذهب ومن الملابسات التاريخية إلى التطبيقات النظرية والعملية للمذهب الطوسي في واقعنا الشيعي المعاصر فهو امتداد لمذهب الضلال هذا ثم حدثتكم عن المميزات التي نستطيع من خلالها أن نميز بين دين العترة الطاهرة والمذهب الطوسي الشهادة الثالثة ظلامة الزهراء هذه مميزات واضحة نستطيع أن نشخص علائمة دين العترة الطاهرة وعلائمة الضلال في المذهب الطوسي القذر النجس أتحدث عن قذارة عقائدية وعن نجاسة فكرية وتم الحديث في الحلقة الماضية في القسم الخامس من عنوان ما بين مسارين المساري الكوثر والمساري الأبتر حيث حدثتكم في الحلقة الماضية عن معنى البتول من أسماء وأوصافي وأوصافي الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها أنتقل اليوم إلى جهة سادسة من جهات حديثي وبحثي في هذا الموضوع تستبين الأشياء من معرفة أضادها وكل دين له كينونة سأحدثكم عن كينونة دين العترة الطاهرة ومن خلال ذلك نستطيع أن نكتشف كينونة المذهب الطوسي إذ أن المذهب الطوسي صنع كينونته الخاصة به لكننا لا نستطيع أن نتبينها بسبب غباء العقل الشيعي لأن مراجع النجفي الطوسيين ملأوا عقول الشيعة خراء وغباء وضلال وهراء هكذا فعلوا بعقول الشيعة الغباء مع التقديس المزيف جعل عقول الشيعة كما نقول في التعابير الشعبية العراقية ترلل فالعقل الشيعي بسبب ما صنعه المراجع الطوسيون في حوزة النجف الطوسية ما صنعوه من غباء وخراء وضلال وهراء جعلت العقل الشيعي ترلل ويبدو أنه سيبقى هكذا إذ لا يوجد في الأفق ما يشير إلى أن العقل الشيعي سيتخلص من حالة الترلل لهذا سيبقى الشيعة حتى وإن حازوا على الشهادات الأكاديمية العالية سيبقون في أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية الطوسية القذرة سيبقون في حالة الطرطبيسية كما نقول طرطبيس ما يعرف الجمعة من الخميس الشيعة هذا هو حالهم يعيشون الحالة الطرطبيسية مع عقول ترلل أعود نقبض من دبش نصيح من الصبح للليل وبعدي نقبض من دبش هذا إذا كان الكلام عنهم لكنني لا أتاجر مع هؤلاء الطرطبيسيين هذا الطرطبيس إذن الطرطبيس وما يعرف الجمعة من الخميس ما زال المرجع الطوسي راكبا على ظهره أتحفوهم أتحفو الشيعة الطرطبيسيين أتحفوهم بوثيقتهم الدخية المباركة ما رد أجيب الأسوان راحت قال لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابا ما توصل النوبيرية قال توصل اطمئنن تركبهم يعني بش ايش يعمل تركبهم وتقول لهم ديخ والله النف عبارة واحد من الأعلى أخبر خمسة تركب يعني خلاقا أغميشيني كما تقول خلاقا أغميشيني جميع تقول لهم كأن حرفت بطمئن فقوش ديخ تعرفي فقوش ونس عبارة كنا على ثقوة كلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسوان عربة قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومش ديخ على طرطبيسي هذا هو الشيعي المرجعي الطوسي الحوزوي الخوئي السيستاني ديخي طرطبيسي والعقل ترللي هذا شط اللح من أنت وهذا إذا تمشي وراء وين راح يوديك يطيح لبنقرة وإذا إذا طلع من النقرة يطيح لبنقرة ثانية أقبح منها ولهذا فإن حال الشيعة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة اللعينة في النجف فإن حال الشيعة كبول البعير إلى الوراء أنقل لكم تجربتي ولا أريد أن أفرضها على أحد هذه هذه تجربتي وأنا مسؤول عنها تريدون أن تنتفعوا منها أنتم أحرار في يوم القيامة لو سألوني فإنني أمتلك الأجوبة إذا أردتم أن تعرفوا جانبا من الأجوبة فعودوا إلى برامج لكن لا تقبلوا كلامي هكذا من دون دليل عودوا إلى أدلتي ووثائقي كي تقوموا على الأمر بأنفسكم وكي تحكموا على الأمر بعقولكم وكي تقبلوه بوجدانكم وضمائركم فإنكم مسؤولون عن دينكم ولستم مسؤولين عن الذي أقوله أنا إلا إذا قامت الأدلة عندكم على صدق مقالي ودقة معلوماتي ذلك شأن آخر وتلك مشكلتكم ما هي بمشكلتي أنا أحدثكم حديث الصدق هذه لحية البيضاء منذ اختطاطها منذ اختطاطها وإلى أن بيضت فإني قضيت حياتي في خدمة فاطمة وآل فاطمة وفاطمة شاهدة على ذلك منذ اختطاط لحياتي وإلى أن بيضت فلا آت اليوم كي أكذب عليكم إنما أنقل لكم تجربتي منذ أكثر من أربعين عاما وأنا أتتبع كتب مراجع الشيعة الكبار منذ بدايات الغيبة الكبرى وإلى لحظتنا الراهنة أتفحصها وأدقق فيها صدقوني إذا أردت أن أعطي نسبة أقل فإن أكثر من تسعين بالمئة مما تفحصته من كتبه سأحدثكم بصراحة الكلام قد يكون مؤذيا الكلام قد لا تصدقونه ولكن الحقيقة هي هذه بالنسبة لي أقول هذا الكلام وأنا مسؤول شرعا عن كل حرف مما أقوله إذا أردت أن أعطي نسبة أقل فإنها أكثر من تسعين بالمئة أتحدث عن المراجع الكبار بعد أن اطلعت على كتبه وقرأت ما كتبوا ما كتبوه في العقائد بالدرجة الأولى وما كتبوه في التفسير بالدرجة الثانية وما كتبوه في سيرة الأئمة صلوات الله عليه وحينما أتحدث عن الأئمة أني أتحدث أني أتحدث عن الأئمة الأربعة الأربعة عشر أتحدث عن رسول الله وعلي وفاطمة وعن ولد فاطمة من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد فأئمة هؤلاء أتحدث عن أئمة جميعا من رسول الله إلى قائم آل محمد وبعد ذلك ما استنبطوه من فتاوى من الآخر ما كتبوه ما ألفوه وصنفوه صدقوني النتيجة التي وصلت إليها قد أكون مخطئا لست معصوما قد أكون مشتبها لكن فيما بيني وبين نفسي لن أغير النتيجة التي وصلت إليها إلا في حالة واحدة إذا أمرني صاحب الأمر وقال لي إنك مشتبه فإن النتيجة التي وصلت إليها ليست سديدة في هذه الحالة أغير عقيدتي ورؤيتي باتجاههم ما قرأت كتابا من كتبهم خصوصا في معارف الكتاب والعترى إلا إلا وَأَنَا أَحْكُمُ وَأَنَا أَحْكُمْ وَأَنَا أَحْكُمْ عَنْمَ Maps وَأَنْهُمْ بَالْحَنْ يَرْضِيَّنَا أَحْهِعِيكا وَبَيِّنَا وَبَيِّنَا وَمِنْ هُنَا هَنْهُنَا أَحْكُسُمْ kötü إلى كتب حوزة النجف أفضل تريليون مرة لأن علماء النجف ينقلون عن تلك الكتب لكنهم لا ينقلون بنحو دقيق وصحيح إذا أردتم أن تعرفوا دينكم فعودوا إلى كتب السنة فإن المعلومات هناك أدق ما نقلوه في كتبهم أتحدث عن مراجع الحوزة الطوسية ابتداء من الطوسي المشؤوم وانتهاء بالسيستاني المعاصر ما نقلوه لم ينقلوه بدقة وبأمانة لغبائهم ثولان وكلما توغلت في كتبهم حكمت على ذلك المرجع المطي بأنه كلب ابن كلب تقولون لماذا؟ لأنه يبذل قصارى جهده لتمزيق حديث أهل البيت وفي كثير من الأحيان أستشعر أنه يحمل حالة نفسية تدفعه لأن ينتقص من الأئمة صلوات الله عليهم إنني أتحدث عن الأئمة الأربعة عشر أستشعر أنه تهيمن عليه حالة نفسية يريد أن ينتقص منهم ولكن بأسلوب شيطاني ولذا فإنه يحاول أن يقتطع من مقاماتهم بقدر ما يستطيع يحاول أن ينسب النقص إليهم وبعد ذلك يبرر وجود ذلك النقص ينسب إليهم السهوة والنسيان ثم يحاول أن يبرر السهوة والنسيان ينسب إليهم الغفلة ويحاول أن يبرر الغفلة ينسب إليهم ترك الأولى ويحاول أن يبرر ذلك ينسب إليهم بعض الأخطاء التي لا تعد من الأخطاء التي تسيء إلى مقام النبوة والإمامة ثم يبرر ذلك إلى قائمة طويلة من الانتقاصات التي ينسبونها إلى أئمتنا الأربعة عشر صلوات الله عليهم وكل ذلك يكشف عن حالة حسد عن حالة يريدون من خلالها أن يعبروا عن أمراضهم النفسية القذرة الوسخة كي ينتقصوا من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثلما يحاولون أن يقدحوا في الصفة البتولية لفاطمة وقد ضربت لكم أمثلة الذين لم يتحدثوا هم أقدر من الذين تحدثوا بالمناسبة الذين تحدثوا لم يفصحوا عن كل قذارتهم وإنما أفصحوا عن مقدار يمكن لمستمعيهم أن يقبلوا ذلك منهم لو فسح لهم المجال لتقيأوا بنجاساتهم النفسية وقذاراتهم القلبية الحقيرة جدا والقذرة جدا هذا الكلام أقوله عن معرفته وعن درايته وعن معايشته وعن تجربته أنا لا أستطيع أن أحدثكم عن كل صغيرة وكبيرة بالنسبة لي هذه عقيدة تقبلونها لا تقبلونها لا أبالي أنتم ديخيون أساسا فكيف أبالي بأقوال الديخيين أنتم مسخرة أساسا فكيف أبالي بأقوال المسخرة والمضحكة قد تقولون إذن لماذا أنت تحدثنا أنا لا أبالي بكم أنا أؤدي وظيفتي أنا عندي مأمورية أؤدي مأموريتي وأقول لكم في أمان الله لا شأن لي بكم هل أنتم ديخيون هل تبقون ديخيين هل تغيرون من حالكم تلك مشكلتكم ما هي مشكلتي أقل نسبة أقدرها أتحدث عن المراجع الكبار الذين يوصفون بصفة المرجع الأعلى منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا أكثر من تسعين بالمئة هذه النسبة الأقل ما قرأت كتب مرجع خصوصا في الجانب العقائدي والجانب التفسيري والمعارفي إلا وحكمت عليه بأنه مطي وحينما أتوغل في كتبه أحكم عليه بأنه كلب ابن كلب لأنه يدمر حديث أهل البيت وينتقص منهم هذا الكلام لم أجد وقتا كافيا كي أطرحه آلاف ساعات على الإنترنت برامجي وندواتي ودروسي ومجالسي ومحاضراتي آلاف ساعات موجودة على الشبكة العنكبوتية هذا وغيره يمثل جزءا يسيرا مما أعرفه عن مراجع الشيعة إنني لا أخفي أسرارا إنما أخفي ما هو الأقبح من هذا الذي ذكرته وأقبح بكثير قد تقولون لماذا تخفي لأنني ما وجدت وقتا لا أجد وقتا لو أن الوقت يكون مناسبا لا أتحدث عن مناسبة الوقت من جهة ذكري للمعلومات لا أجد وقتا كافيا لتقديم البرامج فصناعة الإعلام ما هي بصناعة هيينة وتقديم البرامج كبرامج التي هي برامج معقدة ومطولة تحتاج إلى وقت تحتاج إلى وقت في التهيئة والإعداد تحتاج إلى وقت في البث والتقديم مع مشاغل الحياة ومشاكلها فإنني ما استطعت أن أقدم رغم أنني تحدثت آلافا من الساعات ما استطعت أن أقدم إلا النزر اليسير مما اطلعت عليه من عورات مراجع الشيعة وقبائحهم وضلالاتهم وحربهم على حديث أهل البيت وإساءتهم لمحمد وآل محمد إنني أتحدث عن أقل نسبة أقدرها إنهم أكثر من تسعين بالمئة قرأت كتبهم في البداية أحكم عليه بأنه مطي وفعلا هو مطي وبعد ذلك حينما أتوغل في كتبه أحكم عليه بأنه كلب ابن كلب وبهذا تجتمع الكمالات فيه فهو من جهة مطي ومن جهة أخرى كلب ابن كلب أتحدث عن كبار المراجع من الأموات وأتحدث عن المراجع الأحياء هذه تجربة وأعتز بها ولن أتنازل عنها وسأموت عليها وإذا ما سئلت يوم القيامة فإنني أمتلك الأجوبة الكثيرة بكثرة عدد المراجع وبكثرة عدد الكتب في المكتبة الشيعية وبكثرة عدد الوثائق التي أمتلكها وعرضت ما عرضت منها هذه هي الحقيقة التي أعيش معها وسأموت عليها قلت لكم لن ولن للنفي التأبيد لن أغيرها إلا إذا أمرني صاحب الأمر إذا ما ظهر الإمام صلوات الله عليه وأمرني وقال لي ما وصلت إليه في دراستك في تحقيقك في تطقيقك ما هو بشيء صحيح أما إذا بقي الأمر لما أعرفه فإنني على هذه النية أحيا وعليها أموت تريدون أن تنتفعوا من هذه التجربة أنتم أحرار تريدون أن ترفضوها أنتم أحرار وبالنسبة لي لا يشكل لي فارقا أن ترفض تجربتي أو أن تنتفع منها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول في تجارب علم مستعناف هذه التجارب قد تكون تجارب الشخصية وقد تكون تجارب الآخرين التي اطلعت عليها كي أن تفع منها علما مستعنف نذهب إلى فاصل السلام على من نكثت دمته السلام على من هتكت حرمته السلام على من أريق بالظلم دمه السلام على المغسل بدم الجراح السلام على المجرع بكاسات الرماح السلام السلام على الهضام المستباه السلام على المنحور في الوراء السلام على من دفنه أهل القراء السلام على المقطوع الوتي السلام السلام على المحام بلا معين السلام على الشيب الخطيب السلام على الخد التريب السلام على البدن السديد السلام على الثغر المقروع بالقضيب السلام على الرأس المرفوع السلام على الأجسام العارية في الفلوات تمهشها الزئاق العاديات وتختلف إليها السباع الضارياء وقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السننى والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرقوا آيات القرآن وهمجوا في البغي والعدوان قد أكون سيء الحظ فلم أعثر على ما هو جميل في عقائد هؤلاء المراجع ربما أنتم أجمل حظا مني وأحسن توفيقا مني أن تكونوا قد عثرتم على جميل في عقائدهم قيمة الإنسان في عقيدته هذا هو منطق العترة الطاهرة لا شأن لي بأخلاقه لا شأن لي بما ينسب إليه من كرامات ما يقال عن عبادته وأمثال ذلك وأنا لا أعتقد بصحة كل هذه الأمور التي تنسب إليهم كذبون هؤلاء الذين ينتقصون من أئمتنا هؤلاء أنجاس سفل حقراء لا أصدق ما يقال عنهم قد يفعلونه فهذا جزء من عملهم إنهم ينصبون شباك شباك الصيد كي يصطاد الشيعة ينصبون الكمائن والمفخخات لإصطياد الشيعة وللضحك على ذقونها هذا الأمر يجري منذ بداية الغيبة الكبرى وبالتشخيص منذ سنة 448 حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة وأسس المذهب الطوسي الضال ربما أنتم صادفتم جميلا من عقائدهم أنا لا أعرفه فيكون هذا من سوء حظي على أي حال هذا الأمر ليس مهما إلى حد كبير وإنما الكلام جر الكلام فقلت ما قلت أعود إلى الجهة التي أريد أن أأخذ الحديث باتجاهها أحاول أن أتبين المذهب الطوسية من خلال ما أعرضه بين أيديكم من حديث يرتبط ارتباطا مباشرا بدين العترة الطاهرة كل دين له كينونة أريد أن أحدثكم عن كينونة دين العترة الطاهرة بنحو إجمالي ومن خلال الحديث عن هذه الكينونة نستطيع أن نشخص كينونة الضلال في المذهب الطوسي القدر ربما لا يكون معنى هذه الكلمة واضحا لديكم الكينونة كينونة الدين سأضرب لكم مثالا وأخذ المثال من الديانة المسيحية وبعد ذلك أعود للحديث عن دين العترة الطاهرة لأنني أجد أن المثال هذا سيكون واضحا ومفهوما وبين لديكم لذا سأسوقه في حديثي هذه الكلمة هذا المصطلح الكنيسة في الثقافة المسيحية هذه الكلمة لها دلالات خصوصا في الثقافة المسيحية الكاثوليكية وحتى في المذاهب المسيحية الأخرى لكن هذه الكلمة دلالاتها واضحة ومميزة في الثقافة المسيحية الكاثوليكية وهم المسيحيون الأكثر في العالم الكنيسة يقصد منها مكان العبادة هذا المكان الذي يقصده المسيحيون في يوم الأحد وفيه تجرى قداسات يوم الأحد وهو المكان الذي يعمد فيه أطفالهم وهو المكان الذي يعقد فيه الزواج الكاثوليكي وهناك صندوق الاعتراف حيث يعترف المسيحيون في صندوق الاعتراف لقساوستهم و إنه المسجد بالنسبة للمسلمين الكنيسة هي المسجد بالنسبة للمسلمين الكنيسة أيضا تعني المذهب حينما يقال الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة البروتستانتية وهكذا المراد من الكنيسة هنا المذهب تغير معنى الكنيسة هنا الكنيسة المعبت انتهى المعنى الأول المعنى الثاني المذهب حينما نقول الكنيسة الإنجيلية إنه مذهب مسيحي الكنيسة البروتستانتية مذهب مسيحي الكنيسة هنا بمعنى المذهب الكنيسة أيضا تكون بمعنى المؤسسة الدينية المسيحية الشرعية الرسمية مثلا يقال من أن الكنيسة الكاثوليكية أصدرت قرارا بخصوص الزواج الكاثوليكي بخصوص زواج المثليين حينما يتحدثون عن الكنيسة هنا يتحدثون عن المؤسسة الدينية المسيحية الشرعية الرسمية إذن هذا المصطلح له دلالات مختلفة الكنيسة يعني معبد المسيحي يعني مكان عبادته مكان قداساته الكنيسة تعني المذهب المذهب الكاثوليكي المذهب الإنجيلي الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة الإنجيلية وهكذا الكنيسة تعني المؤسسة الدينية المسيحية الشرعية الرسمية حينما تصدر قرارا حينما تصدر حكما حينما تصدر بيانا الكنيسة أيضا تعني الكينونة الدينية للديانة المسيحية خصوصا في الكاثوليكية وحتى في المذاهب الأخرى لكنني أتحدث عن الكاثوليكية هنا المعنى الرابع للكنيسة يختلف عن المعاني المتقدمة المراد من الكينونة قلب الديانة قلبها الروح في المسيحية الكاثوليكية الكنيسة بهذا المعنى حينما تكون بمعنى كينونة الدين هي علاقة معنوية روحية نورية ممتدة من الآب كما يصطلحون عليه الآب وهو الآب من الآب إلى الإبن إلى يسوع المسيح ومنه إلى روح القدس الذي صار خليفة في عطائه وفيضه وتواصله مع أتباع يسوع بعد أن ارتفع يسوع وذهب إلى أبيه فما بين العاب والإبن وروح القدس والأبناء المسيحيون هم أبناء الله والباب الذي هو نائب المسيح الباب قبل انتخابه كي يكون رأسا للكنيسة الكاثوليكية هو أحد الكاردنالات من علماء الدين المسيحي من رجال الدين المسيحي ليست له من خصوصية وليس له من شأن لكن حينما ينتخب بابا فإنه سيكون جزءا من كينونة الدين سيكون جزءا من القلب الروحي للديانة المسيحية هذا القلب الروحي الذي يشكل العلاقة النورية كما هم يقولون عبر روح القدس إلى يسوع وإلى أبيه وهكذا تتشكل الكينونة القلب القلب الروحي للديانة المسيحية ومن هنا فإن البابا بعد انتخابه سيتحول إلى وجود مقدس وسيتحول إلى جزء من تلك الكينونة النورية المقدسة ولذا ستكون له من الصلاحيات الإلهية ما لم تكن له حينما كان واحدا من مجموعة الكاردينالات في الديانة المسيحية القسيس في الكنيسة في معبد المسيحيين حينما يأتي مسيحي أو تأتي مسيحية فعينما يذهبون إلى صندوق الاعتراف ويعترفون عند القسيس فإن القسيس يقول لهم بالسلطة المخولة لي فإنني أغفر لكم ذنوبكم هذه السلطة المخولة له من الذي خوله هذه السلطة البابا والبابا من أين جاء بهذا التخويل لأنه صار جزءا من الكينونة النورية للديانة المسيحية صار جزءا من القلب الروحي لهذه الديانة ولذا فإن القسيس حتى لو كان هو بنفسه مرتكبا لنفس الذنوب التي اعترف بها ذلك المسيحي أو تلك المسيحية في صندوق الاعتراف فإنه مخول وله القدرة وله الولاية أن يغفر ذنوب ذلك الذي اعترف بها في صندوق الاعتراف أما هو القسيس فهو بحاجة إلى أن يذهب كي يعترف عند قسيس آخر إذا كان قد ارتكب مثل هذه الذنوب لكنه قادر على أن يغفر ذنوب المسيحيين بالسلطة وبالولاية وبالتخويل الذي منح إليه من قبل البابا والبابا هو نائب المسيح هذا هو عنوانه الرسمي في الديانة المسيحية الكاثوليكية البابا ما هي وظيفته نائب المسيح نائب يسوع هذه الفكرة الموجودة في النجاف عند المراجع فكرة مسيحية فكرة كهنوتية نقلها لنا الشيطان وتلبس بها مراجع النجف وكربلاء وإلا في الغيبة الأولى ما كانوا يتعاملون مع النواب الخاصين بالطريقة التي تتعامل بها الشيعة مع مراجع النجف وكربلاء لا أريد الخوض في هذه الجهة الآن إذن صار واضحا عندكم المراد من كينونة الدين القلب الروحي بغض النظر عن أن المسيحيين الكاثوليكيين صادقون بقولهم أم ليسوا صادقين جئتكم بهذا مثالا لتوضيح الفكرة ولتقريب معنى هذا المصطلح كينونة الدين القلب الروحي للدين معنى الكنيسة المعبات المذهب المؤسسة هذا كله يقع في حاشية الكينونة أما كينونة الديانة المسيحية الكاثوليكية هي هذه التي شرحتها لكم في بعدها المعنوي في بعدها النوري في بعدها الروحي هذه المنزلة التي تحول الكاردنال العادي إلى شخص مقدس هو البابا بعد انتخابه هي هذه الكينونة الدينية في دين العترة الطاهرة هل هناك من كينونة قطعا هناك كينونة في دين العترة الطاهرة والتي تلخصها كلمة واحدة هي الولاية الولاية هذه الكلمة لها دلالات الولاية في مستوى من مستوياتها تعني العلاقة السليمة فيما بيننا وبين أئمتنا وفيما بيننا وبين أوليائهم وفي الوقت نفسه فإنها تستبطن البراءة من أعداء أئمتنا ومن أشياعهم من أشياع أعداء أئمتنا هذا مستوى من مستويات الولاية العلاقة فيما بيننا وبين أئمتنا وفيما بيننا وبين أولياء أئمتنا وفي الوقت نفسه تستبطن معنى البراءة من أعداء أئمتنا من الرموز والكبار وأئمة النيران من أعداء أئمتنا ومن الذين يشايعونه ويتابعونه هذا مستوى من مستويات معنى الولاية ومستوى آخر علاقة خاصة فيما بين الشيعي وإمامه شيعاتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا هناك صلة تكوينية فيما بين الشيعي وإمامه وصلة تشريعية عقائدية خلقوا من فاضل طينتنا صلة تكوينية يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا إشارة إلى صلة تشريعية عقائدية هذا مستوى خاص فيما بين الشيعي الذي انبلجت بصيرته واتضحت عنده حقيقة الدين هذه الولاية مستوى يتناول الجانب التكوينية والجانب التشريعية في علاقة خاصة فيما بين الشيعي وإمامه هذا مستوى آخر الولاية في معناها الثالث هي كينونة ديننا كينونة دين العترة الطاهرة ذلك القلب الروحي النوري الإلهي الرباني تلك هي كينونة دين العترة الطاهرة سأتلمس آثارها في آيات الكتاب الكريم وأحاديث العترة الطاهرة أتلمس آثار كينونة دين العترة الطاهرة ولكن بعد الفاصل في الآية السبعين بعد البسملة وما بعدها من سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا في الآية التي بعدها يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما موطن الشاهد هنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله خطاب مع المؤمنين أمر بالتقوى التقوى تتناول الأقوال والأفعال وحتى النوايا والأحوال وإلا كيف يوصف المتقي بالتقوى إذا لم يكن متقيا في أقواله وأفعاله وأفعاله وفي نواياه وأفعاله وإلا كيف يتصف المتقي بالتقوى ما لم يكن متقيا في أقواله وأفعاله وفي نياته وأحواله إذا ما معنى وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا فهل يصف القرآن المتقين بالمتقين وهم لا يتقون في أقوالهم لا نستطيع أن نتصور ذلك كيف يتقون في أفعالهم ولا يتقون في أقوالهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إنهم يتقون الله في أقوالهم وأفعالهم ونياتهم وأحوالهم إذا ما المراد وقولوا قولا سديدا القول السديد العقيدة السليمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى لو كنتم في هذه المرتبة في مرتبة المتقينة في أقوالكم وأفعالكم ونياتكم وأحوالكم في ظاهركم وباطنكم حتى لو كنتم في هذه المرتبة فأنتم لستم على شيء تحتاجون إلى القول السديد لا بد أن تترقى عقيدتكم وقولوا قولا سديدا بعد ذلك يصلح لكم أعمالكم هذا يعني أن أعمالكم ما كانت صالحة حتى لو كنتم متقين الآيات واضحة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وإصلاح العمل يكون سابقا على مغفرة الذنوب هذا جزء من آثار كينونة دين العترة الطاهرة ما تعلمتموه هو في مرحلة مقدمات التقوى هذه حينما يصل المتقي إلى أعلى درجات تقواه فحكمه الحقيقي هو هذا من أن أعماله ليست صالحة هي بحاجة إلى إصلاح ومن أن ذنوبه ليست مغفورة إنما تغفر الذنوب بعد إصلاح العمل وهذا الإصلاح ليس من قبله هو يأتي بالعمل الصالح لكنه في الحقيقة ما هو بعمل صالح الذي يصلح العمل هو صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه هكذا نقرأ في زيارته الشريفة أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وإنما تقبل الأعمال بعد أن تصلح وتزكى الأفعال تزكى بعد أن تصلح تزكى تطهر وتأخذ بالنماء وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات فمن جاء بولايتك يا بقية الله واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كل الذي تعلمتموه إن كنتم تعلمتم بشكل سليم وصحيح من أمور دينكم لما يرتبط بالعبادات والأعمال الصالحة كل ذلك مقدمات لهذه التقوى يا أيها الذين آمنوا الخطاب مع المؤمنين الذين آمنوا وتعلموا من دينهم تعلموا العبادات التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى وإلى محمد وآل محمد صلوات الله عليهم ما تعلموه من شؤون الأعمال الصالحة ما يرتبط بالحسنات ورفيع الدرجات كل ذلك يشكل مقدمة لهذه التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وبعدها هناك العقيدة السديدة وقولوا قولا سديدة يترتب على هذا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم هنا يتحقق معنى الطاعة لله ولرسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أين يتحقق معنى الطاعة لله ورسوله والتي يترتب عليها الفوز العظيم ما جاء في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هنا تتحقق طاعة الله وطاعة رسوله في أعلى درجاتها وإن لم تفعل فما بلغت رسالته القول السديد بيحة الغدير القول السديد بيعة الغدير الأول وبيعة الغدير الثاني هذا هو القول السديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إنها العقيدة السليمة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف وطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الثالثة والتسعين إنه الحديث الحادي والثمانون بسنده بسند الكليني عن يونس قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه لعباد ابن كثير البصري الصوفي شخصية بصرية صوفية معروفة إنه عباد ابن كثير ماذا قال له أبو عبد الله ويحك يا عباد هذا هو عباد ابن كثير البصري الصوفي ويحك يا عباد لم يكن على دين العترة الطاهرة من المجموعات الصوفية كالحسن البصري كالحسن البصري وأمثاله كسفيان الثوري وأمثاله ويحك ويحك يا عباد غرك أنعف بطنك أنعف بطنك وفرجك فجعلك متصورا أنك على الحق وأنك ستفوز برضى ويحك ويحك يا عباد غرك أن عف بطنك وفرجك إن الله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم اعلم إنه لا يتقبل الله منك شيئا حتى تقول قولا عدلا القول العدل هو القول السديد إنها العقيدة السليمة من هنا تفتح بوابة كينونة دين العترة الطاهرة يا أيها الذين آمنوا الذين تعلموا ما تعلموا من دينهم وكل الذي تعلموه إن كان تعلما صحيحا طبقوه عمليا فقادهم إلى التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولكن التقوى ليست نافعة هنا وقولوا قولا سديدا إنها العقيدة السليمة علينا أن نبحث عن العقيدة السليمة من مصادرها الأصيلة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم هذا علي يفهمكم بعد على هذا بايعنا في بيعة الغدير لأن نعود إلى قذارات علم الكلام وعلم الرجال وعلم التفسير الناصبي إلى قذارات الطوسيين الطوسيون قذرون هذا أنظف منهم عباد ابن كثير على الأقل كان يمارس الرياضات وكان زاهدا فعلا في شؤون الدنيا لكنه لم يكن على نهج العقيدة السليمة هكذا قال له إمامنا الصادق ويحك يا عباد غرك أن عف بطنك وفرجك إن الله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم بعد إصلاحها ترتقي إلى مرحلة القبول الإصلاح يأتي من قبل إمام زماننا وهذا الإصلاح إنما يتفرع على القول السديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم اعلم الإمام يقول لعباد بن كثير اعلم أنه لا يتقبل الله منك شيئا حتى تقول قولا عدلا هذا القول العدل لن يصل إلينا إلا بتوفيق من إمام زماننا إما أن يصل التوفيق إلينا بنحو مباشر مثل ما يحدثنا أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف يحدثنا عن زمان الغيبة الطويلة في صفحة الثامنة والأربعين بعد المئة من طبعة دار التعارف بيروت لبنان إنها الخطبة الخمسون بعد المئة من خطب سيد الأوصياء يتحدث عن الفتن وعن الامتحانات الشديدة في زمان الغيبة الطويلة وهو يحدثنا عن إمام زماننا من أنه في سترة عن الناس في غيبة في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثاره ولو تابع نظره ويخبرنا أمير المؤمنين من أن قائم آل محمد سيرعى أولياءه المخلصين ثم ليشحذن فيها قوم في الغيبة الطويلة شحذ القين النصل القين هو الحداد والنصل السيف تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح يغبقون عند المساء الصبوح عند الصباح كؤوس كؤوس الحكمة المهدوية يسقون بها صباحا ومساء من عند إمامهم تجلى بالتنزيل أبصارهم بالله عليكم أخاطب طلاب الحوزة في النجث بالله عليكم هل تلمستم شيئا من هذا في مراجعكم الثولى في مراجعكم الأغبياء الذين هم غاطسون في قذارات النواصب من رؤوسهم إلى أقدامهم هذا المضمون منافر بدرجة مئة بالمئة لآيات الشيطان العظمى الذين هم في النجث هذا المنطق يتناقض مع منطق المذهب الطوسي القذر الضال ألا لعنة الله على المذهب الطوسي الذي ضللنا وضيعنا وبعد فيما بيننا وبين كينونة ديننا هذه آثار كينونة دين العترة الطاهرة هذا هو القلب الروحي الذي تدور عليه دوائر وأفلاك كينونة ديننا القول السديد إما أن يصل إلينا بنحو المباشر مثل ما يتحدث أمير المؤمنين هنا وإما أن نوفق لأن نصل إلى هؤلاء الذين يصل إليهم الفيط مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التخليد التي جاءت في تفسير إمامنا الحسن العسكري لا جرم لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد ذلك الملبس الكافر الإمام يتحدث عن المرجع الأعلى للتقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى لا أتحدث عن زمان بعينه أتحدث عن كل الأزمنة الماضية والحاضرة والقادمة لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه وتعظيم إمامه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر إنه المرجع الأعلى للتقليد عند الشيعة لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر وإنما يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب القول السديد إما أن يصل إلينا بنحو مباشر مثل ما يتحدث أمير المؤمنين وكيف أن صاحب الأمر يتواصل مع أوليائه عبر ألطافه الخفية ثم لا يشحدن فيها قوم شحذ القين النصر تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح يسقون كؤوس الحكمة المهدوية صباحا ومساء فإما أن يصل القول السديد إلينا بنحو مباشر كما يقول أمير المؤمنين أو بنحو غير مباشر مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد أنا لا أتحدث هنا عن التقليد في أحكام الصلاة والصوم رواية التقليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري تتحدث أساسا في شأن الاعتقاد قبل شؤون الأحكام اليومية الابتلائية الحديث هنا عن أخذ الدين من المصادر الصحيحة ومن الأبواب المفتوحة التي يفتحها لنا محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا المنطق لا وجود له في ديانة المذهب الطوسي المذهب الطوسي نقيض بدرجة مئة بالمئة لهذا المنطق يناسبه ما جاء عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة الشريف في الصفحة التاسعة بعد العاشرة جزء من الخطبة السابعة هكذا يقول أمير المؤمنين وهو يتحدث عن أتباع الشيطان اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكة أساسا ومنطلقا وقاعدة اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكة واتخذهم له أشراكا تبادل منفعة التقاء مصالح ما بين مراجع المذهب الطوسي وبين البرنامج الإبليسي اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكة واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم تستكثرون هذا حينما ينسبون النقائص إلى محمد وآل محمد في كتب عقائدهم هذا الكلام هل وصلهم بنحو مباشر أو بنحو غير مباشر من الحجة بن الحسن أم أنه قد وصل إليهم بنحو مباشر من إبليس أو بنحو غير مباشر كأن أخذوه من العلماء الذين سبقوهم فهم يقلدون الذين قبلهم والجميع يقلدون الطوسي في آخر المطاف فمراجع النجف يأخذون ضلالهم إما بنحو مباشر من إبليس أو بنحو غير مباشر من إبليس عبر أساتذتهم الذين يقلدونهم وفي آخر الأمر عبر الطوسي المشؤوم الذي أسس لهم مذهب ضلالهم اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم هذه الأعين التي تنظر إليكم في الوقت الذي تتحدث فيه ألسنتهم وهم ينسبون النقائص إلى العترة الطاهرة هذه أعين نظر من خلالها الشيطان وهذه ألسنة ينطق من خلالها الشيطان فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل ولذا فهم يدافعون عن ضلالهم هذا وعن قذاراتهم ونجاساتهم العقائدية الطوسية يدافعون عن تفاسيرهم التي هي خراء في خراء وهراء في هراء ويدافعون عن عقائدهم النجسة القذرة الضال فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه ما قدمته لكم من كتب ومن أقوال ومن فيديوات ومن تسجيلات صوتية في الحلقات المتقدمة وهم ينكرون ما ينكرون من ظلامة فاطمة وينكرون ما ينكرون من مقاماتها هل هذا فيض من به صاحب الأمر عليهم بنحو مباشر أو بنحو غير مباشر ماذا تقولون هذا هو الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين إنه الشيطان الذي ينطق على ألسنتهم وينظر بأعينهم ومن هنا فإنهم ما هم بنواب صاحب الزمان إنهم نواب الشيطان هؤلاء ما هم بآيات الله العظمى إنهم آيات إبليس العظمى أتحدث عن مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل عن الأحياء منهم وعن الأموات السابقين وعن الذين سيلتحقون بالأحياء منهم هذا هو واقع المرجعية الشيعية الطوسية في النجف مرجعية الضلال والشيطنة والقذارة والضلال نذهب إلى فاصل السلام على الجيوب المضرج السلام السلام على الشفاه البابلات السلام على النفوس المسطلمات السلام على الأرواح المختلسات السلام السلام على الأجساد العاريات السلام على الجسوم الشاحبا السلام على الدماء السائلا السلام على الأعضاء المقطعات السلام السلام على الرؤوس المشالات السلام على النسوة البارزات السلام على الأبدان السليبة السلام على العسرة القريبة السلام على المجدلين في الفلواء السلام السلام على النازحين عن الأوطان السلام على المدفونين بلا أكفاء السلام على الرؤوس المفرقة عن الأبدان السلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يترتب على هذا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من سورة الأحزاب أذهب بكم إلى سورة طاها وإلى الآية الثانية والثمانين بعد البسملة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ثم اهتدى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا الذي يتوب هو المؤمن الصالح وبعد توبته يزداد إيمانا وإني لغفار لمن تاب وآمن آمن بعد التوبة ارتقى إيمانه وعمل صالحا ثم اهتدى في الزيارة الغديرية المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه نزور أمير المؤمنين ونخاطبه قائلين وأنه الضمير يعود على رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه القائل لك القائل لك يا أمير المؤمنين وأنه القائل لك والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك ولا أقر بالله من جحدك وقد ضل من صد عنك هذه كينونة ديانة العترة الطاهرة هذا هو القلب الروحي إذا أردنا أن نتمسك بديانة العترة الطاهرة وأن نحصل منافعها في الدنيا والآخرة علينا أن نتوغل في هذه الديانة حتى ندرك قلبها الروحي كي نتمسك به وكي نعيش في ظلاله وكي نواصل خدمتنا في فنائه وأنه القائل لك والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك ولا أقر بالله من جحدك حينما يصدرون الفتاوى هؤلاء السفلة من أن ذكر علي صلوات الله عليه في التشهد الوسطي والأخير في الصلاة يبطل الصلاة أليس هذا من مصاديقي أنهم جحدوا فضل عليهم فجعلوا ذكره مبطلا للصلاة هذا هو الجحود بعينه ولا أقر بالله من جحدك التشهد الأول والثاني باطلان من دون الشهادة الثالثة ولا أقر بالله من جحدك وقد ضل من صد عنك ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك وهو قول ربي عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى ولايتك يا أمير المؤمنين هذا هو القلب الروحي القلب النوري هذا هو جوهر ديانة العترة الطاهرة حينما قلت كينونة الدين هي هذه كينونة الدين هي هذه القلب النوري القلب الروحي الذي يجذب إليه حقائق الدين حقائق الهدى فكلما اقتربنا من فناء هذا القلب كلما اقتربنا من حقيقة الهدى تدبروا في هذه الكلمات في الزيارة الغديرية المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وأنه أن رسول الله وأنه القائل لك يا أمير المؤمنين والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك ولا أقر بالله من جحدك وقد ضل من صد عنك ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك وهو قول ربي عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم اهتدى إلى ولايتك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا هذا هو القول السديد يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم حينئذ تظهر هذه الآثار حينئذ نصل إلى هذه النتائج في الكاف الشريف الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الرابعة بعد المئتين إنه الحديث السادس من الباب الذي عنوانه باب معرفة الإمام والرد إليه بسنده بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه رواية مهمة جدا أتمنى أن تلتفت إلى مضامينها الإمام هكذا يقول مخاطبا لنا إنكم لا تكونون صالحين حتى تعرفوا يا كميل يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة إنكم لا تكونون صالحين حتى تعرفوا ولا تعرفون حتى تصدقوا ولا تصدقون حتى تسلموا أبوابا أربعة لا يصلح أولها إلا بآخرها لها كلام دقيق جدا كلام دقيق جدا إنكم لا تكونون صالحين حتى تعرفوا ولا تعرفون حتى تصدقوا ولا تصدقون حتى تسلموا أبوابا أربعة أبوابا أربعة لا يصلح أولها إلا بآخرها ضل أصحاب الثلاثة وتاهوا تيها بعيدا إن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا العمل الصالح العمل الصالح يحتاج إلى مقدمات يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ بعد الإصلاح يكون التقبل للعمل الصالح إن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا العمل الصالح العمل الصالح هذه شروطه القرآنية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا بِمَوَازِينِ العمل الصالح عندنا لكنه لا يعد عملا صالحا إلا بعد الباب الرابع ثم اهتدى بعد الهداية هذه ثم اهتدى إلى ولايتك يا أمير المؤمنين كما قال رسول الله لأمير المؤمنين قرأت ذلك عليكم قبل قليل من الزيارة الغديرية بعد الاهتداء فإن الله يُصْلِحُ أَعْمَالَنا وفي الحقيقة فإن إمام زماننا هو الذي يُصْلِحُ أَعْمَالَنا وإن الله يتقبلها منا بعد إصلاحها من قبل إمام زماننا وإن ما يُصْلِحُهَا إِمَامُ زَمَانِنَا بعدما نُؤْمِنُ وَنَتَّقِي وبعدما نقول قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَكُونُونَ صَالِحِينَ حَتَّى تَعْرِفُوا وَلَا تَعْرِفُونَ حَتَّى تُصَدِّقُوا وَلَا تُصَدِّقُونَ حَتَّى تُسَلِّمُوا أَبْوَابًا أَرْبَعَةً لا يَصْلُحُ أَوَّلُهَا إِلَّا بِآخِرِهَا ضَلَّ أَصْحَابُ الثَّلَاثَةِ وَتَاهُوا تَيْهًا بَعِيدًا إِنْ لَمْ يَصِلُوا إِلَى مَرْحَلَةِ ثُمَّ اهْتَدَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ هذا الباب الأول وآمن الباب الثاني وَعَمِلَ صَالِحًا الباب الثالث ثُمَّ اهْتَدَى الباب الرابع ضَلَّ أَصْحَابُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَابُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحًا ضَلُوا ضَلَّ أَصْحَابُ الثَّلَاثَةِ وَتَاهُوا تَيْهًا بَعِيدًا تلاحظون أن كينونة دين العترة الطاهرة تختلف اختلافاً كاملاً عن كينونة المذهب الطوسي المذهب الطوسي يعلمكم الإيمان والعمل الصالح بالضبط مثل ما يتحدث عنه علماء السنة في الفضائيات تابعوا علماء السنة في فضائياتهم كيف يتحدثون عن الإيمان والعمل الصالح يتحدثون بطريقة هي أفضل بكثير من الطريقة التي يتحدث بها الطوسيون الأرجاس من الخطباء أو من المراجع القذرين الوسخين لا يحدثونكم بهذه الحقائق هذه الحقائق من آثار كينونة دين العترة الطاهرة أما المذهب الطوسي فله كينونته الخاصة به كينونة قذرة وسخة ضل أصحاب الثلاثة وتاهوا تيها بعيدا إن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا العمل الصالح ولا يقبل الله إلا الوفاء بالشروط والعهود التي نبذها أكثر مراجع الشيعة كما جاء في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم كثير من مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا سنة 410 أما نحن الآن في سنة 1444 للهجرة الجميع سنة 410 أكثرهم أما الآن جميعهم نبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون إن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا العمل الصالح لا يقبل الله إلا الوفاء بالشروط والعهود فمن وفى لله عز وجل بشرطه واستعمل ما وصف في عهده نال ما عنده واستكمل ما وعده إن الله تبارك وتعالى أخبر العبادة بطرق الهدى وشرع لهم فيها المنار وأخبرهم كيف يسلكون فقال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى هذا المنطق ليس موجودا في الدين الطوسي هذا المنطق موجودا في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وهذا هو تفسيرهم لقرآنهم لأن الطوسيين حينما يأتون إلى هذه الآية إنهم يفسرونها مثل ما يفسرها نواصب السقيفة بني ساعدة فقال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وقال إنما يتقبل الله من المتقين فمن اتقى الله فيما أمره لقي الله مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله هيهات هيهات فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا وظنوا أنهم آمنوا وأشركوا من حيث لا يعلمون وهذا هو حال الشيعة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين وإلى الآن هذا هو حاله هيهات هيهات فات قوم وماتوا فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا وظنوا أنهم آمنوا وأشركوا 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 من حيث لا يعلمون ماذا نقرأ في الجزء الثاني من الكاف الشريف الطبعة هي الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة التاسعة والتسعين بعد الثلاثمائة الحديث الثامن من الباب الذي عنوانه باب الشرك بسند الكلين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أطاع رجلا في معصية فقد عبده من أطاع رجلا في معصية فقد عبده وأعظم معصية نقض بيعة الغدير وأنتم أيها الشيعة تطيعون مراجعكم في نقض بيعة الغدير أبسط مثال هو استماعكم لخطباء المنبر الحسيني وقبولكم لكلامهم وهم ينقضون بيعة الغدير هؤلاء يمثلون مرجعية النجف مرجعية النجف ناقضة لبيعة الغدير وهم يتبعون منهج الوائل بحسب توصيات السيستاني الوائل ناقض لبيعة الغدير يفسرون القرآن لكم بحسب منهج حوزة النجف وهو المنهج العمري الصافي في عمريته وهو منهج ناقض لبيعة الغدير يحدثونكم بالأحاديث التي الأئمة لا يريدون لكم أن تعملوا بها لأنها أحاديث التقية والمدارات الأحاديث التي يريد الأئمة أن تتدبروا فيها وأن تتعلموها ينكرها مراجع النجف وكربلاء بحسب قذارات علم رجالهم الناصبي فكل شيء يطرح على المنابر ويطرح على الفضائيات ويدرس في الحوزات كل شيء ينطق به المعممون هو ناقض لبيعة الغدير وأنتم تؤيدونهم وتتبعونهم فأنتم مشركون أنتم مشركون ما أنا الذي أقول أئمتكم بحسب كينونة دين العترة الطاهرة الإمام الصادق يقول من أطاع رجلاً في معصية فقد عبد فما تقولون وأنتم تطيعونهم في نقض بيعة الغدير هؤلاء ينقضون بيعة الغدير في رسائلهم العملية في كل حرف من حروفها وأنتم تعملون بها من أطاع رجلاً في معصية فقد عبد الحديث الخامس عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أمر الناس بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا ثم قال وإن صاموا وصلوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وجعلوا في أنفسهم أن لا يردوا إلينا كانوا بذلك مشركين هذا ينطبق على مراجع النجة فإنهم تركوا أحاديث العترة التي ترسم منهج الاستنباط وذهبوا إلى الشافعي وأسسوا منهج استنباط شافعي أسسه لهم الطوسي وهم يعلمون ذلك وساروا عليه وإلى هذه اللحظة يفتونكم وفقاً للمنهج الشافعي المعتزلي القذر الذي جاء به الطوسي المشؤوم ألا لعنة على مذهبه ألا لعنة على دينه ألا لعنة على منهجه ألا لعنة على حوزته المشؤومة في النجاف أمر الناس بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا ثم قاله وإن صاموا وصلوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وجعلوا في أنفسهم أن لا يردوا إلينا كانوا بذلك مشركين هذا هو واقع الشيعة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى هذا اليوم هيهات هيهات فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا كانوا يقيمون الصلاة يصومون ويجمعون الأوراق التي يأخذونها من المراجع على أنهم سددوا الأخماص وهم لا يعلمون من أن الأوراق هذه التي يوصي بعض الأثرياء أن تدفن معه ستكون وبالا عليه لأنه دفع الأخماس في معصية لقد عصى إمام زمانه وهو بذلك عبد المرجع لأن صاحب الأمر أعطى الشيعة رخصة وهو يريد من الشيعة أن تعمل برخصته أما مراجع النجف وكربلاء السفل فهم يضحكون على الشيعة وأوجبوا الخمس عليهم فعينما يطيع الشيعة هؤلاء المراجع إنهم يطيعونهم في معصية في معصية إمام زمانهم لأن الإمام الحجة كتب بخط يده إلى إسحاق بن يعقوب عبر السفير الثاني وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث هؤلاء السفل اللصوص يصرقون الشيعة ويجعلونهم في حال معصية لإمام زمانهم فهم في حالة عبادة لهؤلاء المراجع أي الحقراء الأنذان هيهات هيهات فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا حينما تسألون المراجع عن المصدر الذي تأخذون منه عقيدتكم إنهم يرشدونكم إلى كتاب عقائد الإمامية للمضفة وهذا الكتاب في الحقيقة هو عقائد الأموية وما هو بعقائد الإمامية هذا الكتاب كتاب ضلال ما هو بكتاب هداية لكن مراجع النجفي هم أنفسهم ضلال وضلال ولا يميزون العقيدة السليمة من العقيدة الضالة المعوجة حذاري من أن تأخذوا عقيدتكم من كتاب المضفر هذا هذا كتاب ضلال وحق الزهراء يقودكم إلى جهنم لأن العقيدة التوحيدية فيه عقيدة شرك بحسب أحاديث العترة الطاهرة هذا كتاب ضلال ما هو بكتاب هداية لكنكم حينما تسألون السيستانيين عن أفضل كتاب في العقيدة سيرشدونكم إلى هذا الكتاب ولقد سألوا الخوعية من قبل وسألوا محمد باقر الصدر من قبل وسألوا بقية المراجع فأرشدوا الشيعة إلى كتاب الضلال هذا ألا لعنة على كتاب المضفر هذا إنه كتاب ضلال ما هو بكتاب هداية عقيدة الهداية في الزيارة الجامعة الكبيرة كل العقيدة فيها عقيدة التوحيد والنبوة والإمامة كل العقيدة فيها في الزيارة الجامعة الكبيرة هيهات هيهات فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا وظنوا أنهم أهمنوا وأشركوا من حيث لا يعلمون حين أطاعوا مراجع النجف وكربلاء لقد أطاعوهم في معصية محمد وآل محمد عقائد مراجع النجف وكربلاء تتناقض بدرجة كاملة مع القول البليغ الكامل مع الزيارة الجامعة الكبيرة عقائدهم التي تدرس في حوزة الضلال في النجف وكربلاء تتعارض بدرجة كاملة مع منطق الزيارات والأدعية الشريفة التي هي منابع المعرفة والعقيدة وضعها لنا أئمتنا صلوات الله عليهم ولكن مراجع النجف وكربلاء يدوسونها بأرجلهم بسبب ضعف أسانيدها استنادا إلى علم القنادر إلى علم الرجال هيهات هيهات فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا وظنوا أنهم آمنوا وأشركوا من حيث لا يعلمون إنه من أتى البيوت من أبوابها اهتدى ومن أخذ في غيرها سلك طريق الردى أبواب المعرفة هي كتب حديثهم أحاديثهم زياراتهم أدعيتهم وهذا كله يحاربه مراجع النجف وكربلاء ألا لعنة على حوزة النجف وكربلاء وأدل دليل على ذلك جهلهم بمعارف أهل البيت أجوبتهم الضالة الموجودة على مواقعهم الألكترونية الرسمية لو سألتموني بحسب تجربتي والطلاء على عقائدي مراجع الشيعة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين وإلى الآن فإنني أقول وبملء فمي المرجعية السيستانية هي المرجعية الأكثر ضلالا والأكثر بعدا عن العترة الطاهرة والأكثر حربا على حديث أهل البيت إلى هذه اللحظة لم أطلع على ضلال عند المرجعيات الشيعية في العقائد كضلال المرجعية السيستانية هذا الكلام أقوله وأنا مسؤول عن في الدنيا وفي الآخرة لم أطلع إلى هذه اللحظة على ضلال عقائدي مرجعي كضلال السيستاني المرجعية السيستانية هي المرجعية الأكثر ضلالا هذا لا يعني أن المرجعيات الأخرى مهتدية أبدا إنهم يشربون من نفس العيون الكدرة القذرة إنهم على مذهب واحد على المذهب الطوسي لكنني أتحدث هنا حينما أقارن بين المرجعيات الكبيرة بين الذين قيل عنهم ووصفوا بأنهم المرجع الأعلى من الذين ماتوا مع السيستاني الأقذر عقائديا الأضل معرفيا الأكثر بعدا عن منهج العترة الطاهرة من بين المراجع المتقدمين إنه السيستاني هذا الأمر بيّنته وشرحته وأثبتته بالأدلة سابقا وسيأتي ذكره في قادم الأيام إن بقينا أحيا إنه من أتى البيوت من أبوابها اهتدى ومن أخذ في غيرها سلك طريق الردى وصل الله طاعة ولي أمره بطاعة رسوله وطاعة رسوله بطاعته فلا وجود لطاعة المراجع هنا هذه كينونة دين العترة الطاهرة وإنما قيمة العلماء بقدر ما يحسنون من روايات العترة الطاهرة هذا هو ميزان أئمتنا هذه كينونة دين العترة الطاهرة كينونة المذهب الطوسي القذر المرجعية ألا تلاحظون أن الطوسيين في كل كتبهم ينتقصون من محمد وآل محمد لكنهم لا ينتقصون من المراجع نعم يناقشون آراءهم إنما يناقشون آراءهم لا بحثا عن الهدى بسبب التنافس فيما بين المراجع ويحاولون أن يظهروا أنفسهم من أنهم الأفضل من أنهم الأعلى لكنهم لا يقدحون في المراجع أبدا القدح في أشخاص الأئمة حينما يناقشون يقدحون في آراءهم لا يقدحون في أشخاصهم وهذا في الدرس فقط في الجو الحوزوي الخاص أمام الشيعة لا يظهرون إلا المدح للمراجع بينما الانتقاص من الأئمة موجود في كتب العقائد والانتقاص من رواة الحديث وأصحاب الأئمة صلوات الله عليهم موجود في كتب الرجال وفي كتب علم الأصول وفي كتب الفقه الاستدلالية في كل مكان ينتقصون من أصحاب الأئمة وينتقصون من الأئمة في كتب العقائد لكن المراجع لا ينتقص منهم لماذا؟ لأن كينونة المذهب الطوسي المرجعية ولذا جعلوا الشيعة يلهجون ليل نهار بذكر المرجعية وأوهم الشيعة من أن مركز الدين هو المرجعية ومن أن الخطر إذا وصل إلى المرجعية فقد وصل إلى الدين وما المرجعية الطوسية إلا أكوام من الخراء ليس إلا فأي خطر يصل إلى أكوام الخراء الخطر الذي يصل إليهم أن تكتشف حقيقتهم هذا هو الخطر الذي يخافون منه أن تكتشف حقيقتهم وإلا فليس هناك من خطر عليهم في كل زمان علاقاتهم حسنة وجيدة مع الحكومات والشيعة تنقل الأموال إليهم وهي تقدسهم الخطر من أين يأتي؟ الخطر يأتي من جهتين فقط الجهة الأولى فيما بينهم فإن أحدهم يحفر للآخر والجهة الثانية يخافون أن الشيعة تكتشف حقيقتهم عداؤهم لي لأنني أكشف حقائقهم يخافون أن الشيعة تصدق كلامي وبالتالي ترتب أثرا على الكلام الذي يسمعونه مني وحينئذ سيعرضون عنهم وستتضح حقيقة المرجعية في النجف من أنها أكوام خراء ليس إلا كينونة الدين هي هذه وصل الله طاعة ولي أمره بطاعة رسوله وطاعة رسوله بطاعته فمن ترك طاعة ولاة الأمر لم يطع الله ولا رسوله وهو الإقرار بما أنزل من عند الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد المراد من المسجد هنا بحسب تفسيرهم لقرآنهم الإمام المعصوم خذوا زينتكم عند كل مسجد إنها زينة العقيدة خذوا زينتكم خذوا زينتكم عند كل مسجد في أحاديثنا من أن أبانا آدم حين آمن بولاية علي أكرمه الله بزينة أكرمه باللحية فاللحية هي رمج زينة في خلقة أبينا آدم لولاية علي خذوا زينتكم عند كل مسجد زينة قلوبنا وزينة مجالسنا وزينة ديننا علي كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله زينوا مجالسكم بذكر علي علي زينة عقولنا علي زينة قلوبنا علي زينة صلاتنا هؤلاء الأرجاس يقبحون صلاتكم حينما يقولون لكم من أن ذكر علي يبطل الصلاة ذكر علي زينة صلاة ذكر علي زينة الدين ذكر علي زينة العقول والقلوب هذا علي كيف يكون ذكره شينا وقبحا لأن إبطال الصلاة شينا وقبحا فكيف يكون ذكر علي شينا كيف يكون ذكر علي قبحا كيف يكون ذكر علي باطلا يؤدي إلى إبطال الصلاة ذكر علي زين ذكر علي خير ذكر علي حق ذكر علي جمال خذوا زينتكم عند كل مسجد وما زينتنا إلا عقيدتنا السليمة إلا وفاؤنا بالولاية وعهود الإمامة لأئمتنا خذوا زينتكم عند كل إمام هذه زينة الولاية خذوا زينتكم عند كل مسجد والتمسوا البيوت إنهم الأئمة والتمسوا البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فإنه أخبركم هذه البيوت فإنه أخبركم أنهم رجال وما هي ببيوت من حجر أنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار إن الله قد استخلص الرسل لأمره ثم استخلصهم مصدقين مصدقين بذلك في نذره فقال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير تاه من جهل واهتدى من أبصر وعقل إن الله عز وجل يقول فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وكيف يهتدي من لم يبصر وكيف يبصر من لم يتدبر وكيف يتدبر من كان قلبه مقفلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هذه الأقفال مفاتيحها عند إمام زماننا ذروة الأمر وسنابه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته كما يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه والرواية موجودة في الجزء الأول من الكافي هذا وفي الجزء الثاني من الكافي أيضا وكيف يهتدي من لم يبصر وكيف يبصر من لم يتدبر اتبعوا رسول الله وأهل بيته وأقروا بما نزل من عند الله واتبعوا آثار الهدى آثار الهدى قرآنهم المفسر بتفسيرهم وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم صلوات الله عليهم هذه هي آثار الهدى هذه كينونة الدين فأين المراجع وأين الحوزة وأين الطوسيون ألا لعنة الله على مذهبهم ودينهم وحوزتهم وقذارتهم وضلالهم وبعد الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه فيما بيني وبينهم في الدنيا والآخرة اتبعوا رسول الله وأهل بيته وأقروا بما نزل من عند الله واتبعوا آثار الهدى فإنهم علامات الأمانة والتقى واعلموا أنه لو أنكر رجل عيسى بن مريم وأقر بمن سواه من الرسل لم يؤمن اقتصوا الطريقة بالتماس المنار والتمسوا من وراء الحجب الآثار آثار دينهم كما قلت لكم قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم حدثتكم قبل قليل وقرأت عليكم ما جاء في نهج البلاغة في الصفحة الثامنة والأربعين بعد المئة من الخطبة الخمسين بعد المئة أمير المؤمنين يحدثنا عن الأولياء المخلصين للحجة ابن الحسن هكذا يفعلوا بهم تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح ماذا يقول إمامنا الصادق هنا وَالْتَمِسُ وَالْتَمِسُ لَالْتَمَ يَتَوَاصَلُ الْأَمَامُ معَبَعْضُ شِيَعَتِهِ بِشَكْلٍ مُبَاشَرٍ أَمَّا مَعَعَمَّةُ الشِيَعَةِ مِنْ أَمْثَالِنَا فإنه يتواصل عبر الألطاف الخفية فمن كان صادقا مخلصا يكون حاله هكذا تجلى بالتنزيل أبصاره ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح الإمام يقول اقتصوا الطريق بالتماس المنار والتمسوا من وراء الحجب الآثار تستكملوا أمر دينكم وتؤمنوا بالله ربكم هذه الرواية لخصت لنا صورة كينونة دين العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل طلب الغاضر مثال العاب حمار رايات علي حضرة حلي رجاء رايات علي وللماء ملك ماء الفرات نذهب إلى المالي وراء وما شراب منا مثال شراب منا مثال في البطال والحسب اقتداره يشد مسند بالبطولة ومسند الحب السامي يا سعد حظ الانولة ونشر للإسلام راية ونشرة فروعة وصولة وبسم الشاطي سامية وخزها بملاح دامية وحاملها يوم التضحية نصر دين الله ورسوله حمل تاج القياد علمتني الشهاد حمل تاج القياد علمتني الشهاد وتواريخ الفضل فضل يسجلن ملح ماي الفراش ملح ماي الفراش ما شرب منه متال العقلية لبطل بالغاقلية متال العقلية مأمل بالواضر مثال العقل حمل راية علي حضل على الدنيا الأخرى يشوف اكفاء الفراش ما شرب منه متال العقلية ملح ماي الفراش أعتقد أن صورة بدأت تتضح شيئا فشيئا كينونة المذهب الطوسي المرجعية حتى هذه الكلمة لا وجود لها في ثقافة العترة الطاهرة هذه الكلمة اشتقت من كلمة إمام زماننا في توقيع إسحاق بن يعقوب حينما أرجع الإمام الشيعة إلى رواة الحديث أمرهم أن يرجعوا إلى رواة حديثنا فاشتقوا كلمة المرجعية من هذا التوقيع الشريف مع ملاحظة أنهم لا يعتقدون بصحته السستاني مثلا لا يعتقد بصحة التوقيع الشريف الخؤ مثلا لا يعتقد بصحة التوقيع الشريف إلى سلسلة طويلة من مراجع النجف وكربلاء لا يعتقدون بصحة التوقيع الشريف ولكنهم اشتقوا كلمة من هذا التوقيع الذي لا يعتقدون بصحته وجعلوها عنوانا لكينونة مذهبهم وجعلوا كل الأمور تدور حول هذا العنوان أتباعهم لا يستثارون كثيرا إذا منتقص أحد من محمد وآل محمد لكنهم يصابون بالخبل والجنون إذا منتقص أحد من المرجعية أو من مرجعهم الشيطان الحمار هذا هو الواقع كينونة المذهب الطوسي تختلف اختلافا كاملا عن كينونة دين العترة الطاهرة ومثل ما قلت لكم إنما تستبين الأمور من خلال عضادها فحينما أحدثكم ولو بشكل إجمالي عن كينونة دين العترة الطاهرة فإن كينونة المذهب الطوسي ستتضح شيئا فشيئا الطوسيون يعلمونكم على أن النجاة تكون بأعمالكم بينما كينونة دين العترة الطاهرة لا تقول بهذا الطوسيون يفصلون فيما بينكم وبين أئمتكم يجعلون الأئمة قادة كالقادة السياسيين والمجتمعيين وكالقادة الدينيين العاديين فنحن معزولون عنهم بينما كينونة دين العترة الطاهرة تخالف هذا المنطق بدرجة مئة بالمئة بعبارة صريحة واضحة الدين الذي عليه مراجع النجف وكربلاء لا علاقة له بدين العترة الطاهرة مطلقا وفي جميع الاتجاهات ومن جميع الوجوه والحيثيات دين شيطاني طوسي ناصبي بتري قذر بتمام معنى هذه الكلمات ومن سورة طاهة أنتقل بكم إلى سورة يونس وإلى الآية الثانية والستين بعد البسملة وما بعدها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم الذين ارتبطوا بالكينونة المتقدمة في الآيات والروايات السابقة الذكر ألا أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم في سورة الأحزاب وفي سورة طاهة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدق ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم المضمون الذي مر علينا في سورة الأحزاب في الآية الحادية والسبعين بعد البسملة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هذه الآية جاءت بعد الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم أقرأ عليكم من الجزء الثالث من الكاف الشريف وبنحو سريع لأن وقت الحلقة قارب على الانتهاء وإن كانت الرواية بحاجة إلى شرح لكنني سأمر عليها مرورا سريعة الجزء الثالث من الكاف الشريف الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والعشرين بعد المئة من الباب الرابع والثمانين إنه الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبيه عقبة يقول قال لي أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يا عقبة لا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا هذا الأمر الذي أنتم عليه هذه الكينون فأين المرجعية وأين الأعمال وأين العبادات المرجعية لو كانت على هدى فهي في حاشية المطلب والأعمال إذا كانت صحيحة وسليمة فهي في حاشية المطلب يا عقبة لا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا هذا الأمر الذي أنتم عليه وما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه إلى هذه ثم أهوى بيده إلى الوريد إلى المذبح يعني إذا بلغت الروح إلى مرحلة الغرغرة إلى مرحلة الحشرجة عند الموت يا عقبة لا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا هذا الأمر الذي أنتم عليه وما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه إلى هذه ثم أهوى بيده إلى الوريد أشار بيده إلى الوريد إلى المذبح ثم اتكى وكان معي المعلّى المعلّى ابن خنيس من أصحاب إمامنا الصادق ومن خدمه وكان معي المعلّى فغمزني غمزني المعلّى غمزني بيده بأصبعه فغمزني أن أسأله فقلت يا ابن رسول الله فإذا بلغت نفسه هذه إلى الوريد إلى المذبح أي شيء يرى ماذا يرى لأن الإمام قال له وما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه إلى هذا ثم أهوى بيده إلى الوريد أشار بيده إلى المذبح ثم اتكأ الإمام اتكأ في جلوسه وكان معي المعلّى فغمزني غمزني أي لامسني بيده بإصبعه فغمزني أن أسأله وقد يكون الغمز في بعض الأحيان بحركة من العين أو بحركة من الرأس لكن في الأعم الأغلب حينما يقال غمزني فلان أي بإصبعه أو بيده فغمزني أن أسأله فقلت يا ابن رسول الله فإذا بلغت نفسه هذه وصلت الروح إلى مرحلة الغرغرة أو الحشرج أي شيء يرى فقلت له بضع عشرة مرة أي شيء أي شيء فقال في كلها يرى ولا يزيد عليها لماذا يفعل الإمام هذا إنه يريد أن يلفت أنظارهم ويريد أيضا أن لا ينسوا هذا الكلام أن يتذكروه فعقب يقول أي شيء يرى فقلت له بضع عشرة مرة فقال في كلها يرى ولا يزيد عليها ثم جلس في آخر كان متكئا اتكأ وعاد من الاتكاء كل هذا يفعله الإمام كي يبقي علامات عند هذين الشخصين عند عقبة وعند المعلّى ثم جلس في آخرها فقال يا عقبة فقلت لبيك وسعديك فقال أبيت إلا أن تعلم فقلت نعم يا ابن رسول الله إنما ديني مع دينك فإذا ذهب ديني إذا ذهب ديني بعيدا عن دينك كان ذلك كان ذلك كان ذلك البلاء الأسود كان ذلك المصير الأسود إنما ديني مع دينك فإذا ذهب ديني كان ذلك كيف لي بك يا ابن رسول الله كل ساعة أنا لا أستطيع أن ألقاك كل ساعة أريد أن أتعلم أريد أن أعرف ماذا سأرى وبكيت فرق لي فقال يراهما والله فقلت بأبي وأمي من هما من هما من هما الذان يراهما حينما تصل الروح إلى هنا فقال يراهما والله فقلت بأبي وأمي من هما قال ذلك رسول الله وعلي يا عقبة لن تموت نفس مؤمنة أبدا حتى تراهما كينونة كينونة متواصلة أين المرجعية أين المراجع أين الخطباء الثولان هذا هو ديننا منظومة متماسكة هذا هو قلب دين العترة الطاهرة هؤلاء الذين يربطون دينهم بالمراجع يربطون دينهم في أكوام من الخرائ وضلات الدين هنا هذا هو الدين يا عقبة لن تموت نفس مؤمنة أبدا حتى تراهما قلت فإذا نظر إليهم المؤمن أيرجع إلى الدنيا فقال لا يمضي أمامه إذا نظر إليهما مضى أمامه فقلت له يقولان شيئا قال نعم يدخلان جميعا على المؤمن فيجلس رسول الله عند رأسه وعلي عند رجليه فيكب عليه رسول الله فيقول يا ولي الله أبشر أنا رسول الله إني خير لك مما تركت من الدنيا ثم ينهض رسول الله فيقوم علي حتى يكب عليه يكب عليه أنه ينزل عليه بوجه ورأسه فيقول يا ولي الله أبشر أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحبه أما لأنف عنك ثم قال إمامنا الصادق يقول إن هذا في كتاب الله عز وجل قلت أين جعلني الله في داك هذا من كتاب الله قال في يونس قول الله عز وجل ها هنا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم إنها الآيات التي تلوتها عليكم ولا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الإمام الصادق يقول والله إنه يراهما يرى محمدا وعليا هذه صور تقريبية القضية أعظم من ذلك صلوات عليك يا زهراء إنما ننال ذلك بتطهيرك لنا يا بنت محمد وزعمنا أن نالك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا أنحقتنا بتصديقنا لهما البوابة هنا السر هنا عند فاطمة إلا أنحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء 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 زهرائيون نحن والهوى والهوى زهراء أسألكم الدعاء جميعا لكنني أذكركم قارنوا بين الكينونتين كي تعرفوا دينكم وكي تعرفوا مع أية كينونة ستكونون قارنوا بين الكينونتين هناك فارق كبير بين دين العثرة الطاهرة وبين المذهب الطوسي القذر أسألكم الدعاء جميعا في عمان الله